السؤال رقم 31 بيقول which of the following is a true statement about test planning مين في دول جملة صح بخصوص test planning طيب هو test planning ايه اصلا انا بكتب test plan في بداية المشروع وبيبقى فيها كل الحاجات اللي وراية وفيها exit criteria اللي المفروض احققها في الاخر وانا ماشي من خلال control activities ممكن اعدل exit criteria اللي في plan فبالتالي planning بيبدأ في الاول وبيكمل طيب بيبقى shoot be done at the beginning of the project الجملة دي صح بس تعالوا نشوف هل في حاجة اصح منها ولا لا it should be a continuous activity throughout the project الجملة دي اصح ليلة اني plan زي ما قلنا بتبدأ في الاول بس هي بتكمل معايا خلال المشروع it should be started during design and finished before execution طبعا دي غلط ال planning اصلا قبل design وبيكمل بعد execution it should be used as input for the test strategy ده مش صح ان اصلا strategy بتتكتب جوة test plan يبقى عندنا اجابة صحة هي it should be a continuous activity throughout the project سؤال اللي بعده بيقول لي if you are applying risk based testing which type of test approach you are using طبعا كان عندنا section اللي هو approaches كل approach وكل category من approaches جواها انواع تمام فكان عندنا اشهر حاجة هي risk based والrisk based جاية من risk analysis فهي تعتبر analytical approach سؤال رقم 23 what is covered in the variances section of the test summary report التست summary report التست summary report ايه اللي متوقع يبقى مكتوب في ال variances تمام احنا طبعا ما شوفناش template في الكورس للتست summary report لكن لو هتتوقع ان انا هكتب test summary report احنا قلنا بيبقى فيه ايه اللي حصل خلال التستنج وايه المتريكس اللي جمعناها واحنا شغالين فهل هيبقى مثلا فيه الفرق ما بين و ولا هيبقى فيه الفرق ما بين اللي تلاقت واللي تصلحت ولا الفرق ما بين اللي كنا عاملين له و اللي فعلا عملنا له ولا الفرق ما بين اللي تعملها وال طبعا الاجابة الصح هي انا كنت ناوي التست ايه وعملت تست الايه فعلا في البروجيكت بتاعي ديه لان التست summary report ده بيفيدني زي ما قلنا ان انا ااخد decision تمام فانا كان عندي اللي هي يعني وال اللي احنا عملناه وخلصنا ايه من فبالتالي نقدر نحدد هل احنا جاهزين نسلم ولا ممكن نغير مسلا في اللي هي كانت مكتوبة في ونخليها زي ونسلم المشروعي دي السؤال رقم 34 بيقول مين في دول طبعا احنا قلنا يعني حاجة مش في حاجة في بتاعة الشغل موديول ده طبعا لان احنا عندنا في السوفت وير ده برضو برودكت ريسك مشكلة في البرفورمانس بتاع ما بيننا وما بين ان هو رافض اللي احنا كتبنا السؤال رقم 35 وده حلينا سؤال شبه قبل كده ادناك التست كيس دي فانت مهم ان انت تهتم بال وتهتم كمان بالوقت احنا عايزين نخلص التست كيسز اللي وقتها اصغر الاول تمام عشان نخلص تستينج بسرعة يبقى انا عندي التست كيسز ستة تست كيسز ههم كل واحدة ليها وقت 30 دقيقة 10 دقايق 45 دقيقة وهكذا وكل واحدة ليها وهنا مش ارقام وهنا خلاهم هاي وميديا ملو وفي ديبندنسي قولنا دايما بنبدأ بمين بالحاجة اللي ما عندهاش ديبندنسي اصلا الديبندنسي نون لانها مش معتمدة على حد فسهلا نفذها الاول طيب يبقى لازم نبدأ بنومبر 2 طيب بعد 2 الطبيعي ان احنا نعمل اللي معتمد على 2 لاني مسلا لو 3 دي تمام اهي بريوريتي هاي طيب هي معتمدة على 1 و 1 معتمدة على 6 و 6 معتمدة على 2 يبقى هنرجع على 2 تاني احنا هنعمل اللي معتمدة على 2 طيب هنعمل 4 ولا 6 4 ولا 6 والله تست كيس رقم 4 بريوريتي هاي و 6 بريوريتي لو فممكن واحد يقول لك اه فعلا احنا هنبدأ باربعة الاول طيب بس لو بصنا على الديوريشن ممكن واحد يفكر تفكير تاني ويقول لك رقم 6 هتاخد ربع ساعة انما 4 هتاخد مص ساعة فممكن هو يفكر يقول لك انا هبدأ بستة عشان اخلص تستنج اسرع طيب هو الاصحي طبعا ان احنا نبدأ باربعة بس نفترض ان انت وانت في الامتحان حصل معاك اللابس ده ومعرفتش تختار مين فيهم الصح بص على الاختيارات احنا قلنا هنبدأ باتنين تمام بعد اتنين قلنا اربعة اصلا مفيش الاختيار واحد بيبدأ اتنين اربعة مفيش اختيار اساسا اتنين ستة تمام في اتنين خمسة وده طبعا غلط لان خمسة معتمدة على اربعة وفي اتنين اربعة فانت اصلا هو مريحك ومش هتطلق المشكلة دي يعني ما حبش يوقعك في الازمة ان انت ما تعرفش تختار عشان كده بنأكد دايما بص على الاختيارات وانت بتحلم يبقى اتنين اربعة وبعد اربعة هنعمل ٥ لان خمسة معتمدة اربعة تمام وبعد خمسة هنعمل ٦ لان ستة معتمدة على اتنين واصلا الباقيين كلهم معتمدين على ٦ بعدين نمبر وان واخر حاجة نمبر سري اللي هي ريسك بريوريتي هاي سؤال رقم ستة وتلاتين عندك انسدنت ريبورت او باج ريبورت وفيه ديسكريبشن سيكشن جوه الدسكريبشن بيقول الريبورت اكسكيوتد بيرز اتاتشد ستيبس يبقى هو عمل لك اتاتش لستيبس الريبورت تتعمل بناء عليها بس الداتا طلعت غلط المعلومات في العمود رقم واحد كانت غلط يبقى كده هو تستر حط فيها كمان صورة للباج اللي حصل الريبورت ده كريتكل يبقى هو كمان قال لي اهمية الباج ده ومش هيقدر اليوزر يكمل شغله من غير المعلومات دي ايه هي اكبر مشكلة في الانسدنت ريبورت ده طيب هل الدفلبر مش هيعرف اهمية المشكلة ده كلام غلط لو دفلبر قال كده هو ما عندهوش حق ان احنا قلنا له ان الباج ده كريتكل توزي يوزرز هل الدفلبر مش هيعرف ازاي يعيد التست برضه هو كده مش صح للا ان احنا قلنا له فيه موجودة الريد تمشي عليها هل الدفلبر مش هيقدر يعرف التستر ايه اللي بيقول ان هو غلط what is wrong اصلا لأ ليه لان انا عملت له فيها صورة للباج طيب اخر اختيار الدفلبر ما يعرفش what is the tester expected to see الاختيار ده هو الصح لان احنا هنا لو قرينا الدسكريبشن كله مفيش اي ماشي انا عرفت ان ده غلط الصح ايه لو ان التست كيس او الباج ريبورت الاتنين بيبقى فيهم انت كنت متوقع تشوف ايه وعشان كده عندك مشكلة في الانسدنت ريبورت ده فالحاجة الوحيدة اللي ممكن من الدفلبر يرفض الانسدنت ريبورت ده هي انه مش عارف السؤال رقم 37 which of the following is a true statement about test automation scripts that are captured using a capture replay tool. ايه الكابشور ريبلاي تول دي? احنا دلوقتي لو هنشتغل فيه طريقتين. فيه طريقة ان انا اكتب كود بنفسي كتستر تمام? وزي مسلا سيلينيوم اي دي اي والحاجات دي. وطولز كتير. ودي محتاجة سكيلز عالية. وفيه option تاني لا. ان انا هستخدم تول. التول دي انا بعمل record. يعني ادوس على زرار زي كده تسجيل الفيديو اللي انا بعمله ده تمام? والزرار ده انا ما ادوس عليه اشتغل على البراوزر براحتي اعمل اي خطوات. فيبقى البرنامج ده هو اللي بيسجل الخطوات اللي انا بعملها. تمام? زي اي ماكرو وسيلينيوم اي دي اي. السيلينيوم اي دي اي هو الكابشور بلاي تول وسيلينيوم ويب درايفر هو الكودينج. ما عليش هنطلخ بط. الكابشور بلاي تول دي ايه مشكلتها? اللي جرب يستخدم التولزي دي. هي مشكلتها الاساسية انه طبعا مش انت اللي كاتب الكود. فاي تغير بيحصل السكريبت بتاعك كله بيبوز. تمام? لان انت ما عندكش تحكم عليه. انت مش شايفه. انت بتتعامل مع جيو اي. بتتريكورد وتعمل خطوات. فتخيل مسلا الويب سايت اصلا خطوات اللي في النص دي ما حملتش. او اصلا الويب سايت اتشالت منه الصفحة دي. فالسكريبت مش زكي. ده كمبيوتر برضه. تمام? فبالتالي مشكلته الاساسية ان مش سابتة. تمام? طب لكن هل هي لا? هل هي سهلة تعمل لها بالعكس ده هي صعب جدا يتعمل لها وهل بيعملها لا طبعا ده هي مخصصة اصلا للناس اللي ما عندهاش في اللي عايز يجرب الفكرة دي يكتب سلينيوم اي دي اي اي او اي ماكرو في جوجل وهيشوف يعني هو الموضوع مش محتاج او جوست انسبيكتور جوست اللي هو شبه وانسبيكتور زي مفتش ده بيعمل كابشار بلاي لو عايز اقتجارة بالموضوع ده بايدك يا انا. السؤال رقم تمانية وتلاتين البروف اوف كونسبت للتول الجديدة ان انا بستخدم التول دي عشان اسبت لنفسي ان التول دي كويسة وهتشتغل معي كويس. فايه هي الهدف بتاع البروف اوف كونسبت? هل عشان اتأكد ان تمن التول دي كويس? لا. هو انا قبل ما اشتري التول بابقى اعرف تمنها يعني تمام? احنا بنتكلم على في الشغل تمام? فبالتالي هي الصحة رقم اتنين ان انا هتأكد ان التول هتشتغل مع بتاعتي. هتشتغل كويس مع البيئة والتولز اللي عندي والانفورمت اللي انا شغال عليها. فلو لقيت التول شغالة ده كثمام. هل بتأكد من ان الفيندور هيديني سببورت? لا. السببورت ده بس قال الناس وبجرب الفيندور مش من خلال المشروع ده. ولا هتأكد ان هيبقى كفاية? لا برضو. الهدف الاساسي من ان هشوف التول دي هتشتغل معي كويس ولا? انا هعرف اتعامل معها ولا لا. سؤال رقم تسعة وتلاتين. احنا قلنا معناها ان انا بحط زي نصايح كده او مسلا ممكن توتوريال ازاي دي. ان انا ازاي الناس تتعامل مع التول الجديدة. السؤال ده بصراحة انا مش مختنع بيه اصلا كسؤال. ليه لان احنا عندنا في الكتاب في اسمه وجواه ان انا اعمل فهو بيسألني ليه بنعمل عشان ده طب انت كده ما بتسألنيش على حاجة انت كده فعلا بتمتحني ان انا حافظ العنوان اللي جواه فهو سؤال مش مخنع بصراحة يعني انا مش شايفه بيختبر فهمك لاي حاجة في بصراحة بس في نوعية من الاسئلة للأسف او لازم نحفظها زي ما هي عشان لو جات لنا تمام? فاحنا لو فتحنا في السلايد سواء في الفيديوهات او في السلايد سواء او في اي حاجة هنلاقي في سكشن في شابتر سيكس اسمه جواه ان انا عمل فالسؤال بيسأل ان ده جواه ده مش اكتر. اخر سؤال معانا بيقول لي لو عندي تول بتسبب ده معنى ايه? احنا قلنا معناه ان التول اللي انا بستخدمها وجودها اصلا بيأثر في سرعة الابليكيشن وفي الاداء بتاعه. يعني مسلا لو انا شغال اوتوميشن فالسكريبتات اللي انا كاتبها في الكودينج بتاعي الويبسايت كان بيلود في ثلاث ثواني بسبب السكريبتات دي مسلا بقى بيلود في ثمان ثواني. تمام? فبالتالي ده معناه ان نتائج التستنج اتغيرت بسبب وجود التول فلازم ااخد بالي من حاجة زي دي. وطبعا لازم نعرف اسم اللي هو نوع التول دي بيبقى اسمها المسميين دول مهمين مع كلمة دي من اهم الحاجات الشابتر ستة اللي دايما بتيجي ومحتاجة تتذكر يعني ما بتتجابش في هلاوة كده. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا النموذج ده. ان شاء الله هنحل برضو قريب نموذج الفين وخمستاشر. وزي ما قلنا حاولوا بعد ما تتفرجوا على الفيديو كل واحد يزبط طايمر لمدة ساعة ويجرب يحل النموذج كامل كله من غير اي مساعدة لوحده. تمام? افصل نفسك عن الانترنت وكل حاجة ساعة. وحل النموذج كله من غير الاجابات. وطبعا النموذج نفسه موجود في في الجروب من غير اجابات يعني لو حد عايز يحله. عشان تقيم نفسك وتعرف انتها تجيب كامل. وبعدين بص على الاسئلة اللي انت حلتها غلط بس. ما تقعدش تذاكر كله تاني. في حاجات انت مذاكرها. ده بنسميه انت بتذاكر حاجة اكتر من اللازم. لا في حاجات انت مذاكرتاش كويس مثلا زي شابتر سيكس. فركز عليها ورجعها تاني. تمام? وبتوفيق ان شاء الله في الامتحان. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.